تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 410 قضايا تامونية بمضبطات بلغت أكثر من 55 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 47 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبطه 607 قضايا من بينها 120 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر